الموضوع ينضم معنا من داخل الستوديو معاون المدير عام في وزارة الموارد المائية سيد سليم العتابي أهلا بك سيسير معنا في هذه النشرة في البدء بماذا سينفع العراق هذا المؤتمر الدولي للمياه هل سيلزم دول المنبع على التعاون وإطلاق حصص العراق المائية بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة المؤتمر له أهمية كبيرة من خلال مشاركة الوفود التي حضرت هذا اليوم هناك جرت عدة محاور خلال هذا المؤتمر هذا اليوم يهدف المؤتمر لعدة أمور إيجاد الحلول والبدائل لتقليل المخاطر تغيير المناخ والاحتباس الحراري أيضا استدامة الأراضي الرطبة والأخوار من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي احنا راح نقدر أنه نقدر ننشر الوعي للمستخدمين المياه لدارة رشيدة لاستخدامات المياه أيضا أنه راح نقدر أيضا هناك تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لغرض المحافظة على إدارة مصادر المياه ومن خلال حضور وفود الدول المجاورة دول المنبع راح تكون هناك مباحثات لتعمين حصة العراق أذن سيد سليم الحديث عن الحوار قبل المؤتمر بالتأكيد ليس هو بعد المؤتمر خصوصا أن العراق ينوي أن يوفد فريق من البلاد إلى دول المنبع الحديث عن الحصص المائية هل ستختلف فعلا أو يختلف الحوار في هذا المضمار خصوصا إذا نظرنا أنه كان هناك عدد كبير حاضر من الدول المعنية بالمياه تم تشكيل وفد فني من الوزارة الموارد المائية لغرض زيارة الدول المجاورة دول المتشاطعة حقيقة حضر وفد فني تركي كان هناك يوم الخميس اجتماع في مركز الوزارة لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بيننا وبين الجانب التركي وشرحنا لهم واقع ما موجود بخزاناتنا واللي شون احنا راح نواجه بيها من خلال هذه الكميات نواجه الموسم الصيفي القادم أيضا كانت لهم زيارة إلى نهر الفرات من خلال منظومة سدة الهندية صار هناك بعض اتفاقيات أنه تكون زيارة الوفد العراقي خلال الشهر المقبل إمكانية تبادل المعلومات نصب محطات الرصد المشترك بيننا وبين على مجرى الأنهر بيننا وبين الجانب التركي هذه خطوات نعتبرها إيجابية راح تساهم يعني تغير من الوضع إن شاء الله إذن هذا الدعم الدولي للعراق من ناحية المياه ومن ناحية الدول المنبع هل سيوفر ما يحتاجه العراق من المياه هل سينعش الزراعة من جديد في العراق والله حقيقة هذا الدعم والخطوات اللي لاحظتوها يعني من خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء إلى دول الجوار إلى تركيا والجمهورية الإسلامية هذا خطوات جيدة أثمرت عنها وصول البفوت هل هناك أي نتائج ملموسة من ناحية زيادة سعة المياه نعم نعم هناك واردات جيدة من الجانب التركي خلال هذه الفترة نحن نطمح أنه لا تكون واردات آنية نطمح لأن تكون هناك اتفاقيات بيننا وبينهم تأمن الحصص ثابتة ضمن اتفاقية ملزمة فهذه أعتقد مؤشرات إيجابية للخطوات التي اتهجتها الحكومة طيب إذن واضح هناك استجابة خصوصا من الجانب التركي فيما يتعلق بالحصص المائية وأيضا عن خطوات إيجابية من الجانب الإيراني وهنا نتحدث عن الخطوات الإيجابية فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة من جديد هي بالأساس سيد سليم أين توقفت أعمال هذه اللجنة والله حقيقة هي خطوات التي صارت تعتبر مشجعة خلال هذه الأيام من خلال زيارة الوفود آخرها زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى الجمهورية الإسلامية ووفود وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة الإيران ستكون هناك خطوات إيجابية وزيارة من وفودنا إلى الجمهورية الإسلامية لغرض وضع الحلول والنقاط المهمة إذن الآن نتحدث عن البحوث التي قدمت خلال المؤتمر بحوث محلية هل هناك مشاركات دولية وعن أي جوانب تحدثت عن جوانب محلية سيد سليم أم نتحدث أبعد من ذلك عن محاولات لتقريب وجهات النظر أيضا من خلال هذه البحوث مع الدول المتشاطئة تضمنت بحوث علمية شاركت بها جهات محلية وأيضا منظمات دولية هنا تضمنت المحاور عدة محاور يعني من ضمن المحاور الماء من أجل البشر والطبيعة كيفية استدامة الأهوار والأراضي الرطبة يعني تفعيل التنسيق الدولي والإقليمي خاصة مع دول المنبع هذه أهم المحاور التي تضمنتها هذه المحاور هذا اليوم كنت معنا ضيفا في الستوديو معون مدير العام في وزارة الموارد المائية سيد سليم العتابي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا